كتير من المواقع المصرية والعربية الحقيقة تناولت برنامج الثامنة يعني على سبيل المثال من أول حلقة احنا ظهرنا الأهرام والجمهورية واليوم السابع وصدى البلد ومصراوي والدستور والفجر وأهل مصر وحتى الحق والضلال ومواقع الخارج مصر في أوروبا وفي استراليا وفي أمريكا صوت بلادي صوت استراليا الجالة المصرية في لندن كتير من هذه المواقع والصفحات أخذوا شغلنا ونقلوه وغطوه وإحتفوا به أيضا من المواقع العربية الموقع الجرس اللبناني أخذ كتير من أخبارنا ونسبوا لينا الإعلامية اللبنانية نظر الأحمدية أنا بوجه لها تحية أيضا زملائنا في الفجر الدكتور مصطفى سابت في اليوم السابع أكرم الأصاص وفي مصراوي فيتو وعصام كامل الشروق عماد الدين حسين كل أصدقاء الحياة الإعلاميين والصحفين أنا بشكرهم المواقع العربية أنا يمني المصرية السعودية البيانة الإماراتية الخليج كل هذه المواقع تناولت أخبارنا ونقلتها وأخذت كثير من المحتوى اللي بنقدمه ونسبته لينا بشكر كل هذه المواقع وبشكر متابعات حضراتكم تفعلكم معنا أيضا على صفحتنا على اليوتيوب على الفيسبوك خلال أهم قليلة الحمد لله درنا يعني حصدنا الحمد لله الآلاف من المشاهدات إن شاء الله قريبا هيبقوا ملاييني أوعدكم بهذا إن شاء الله بإذن ربنا ترجمة نانسي قنقر